السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو سنتعرف على التشكيل المناسبة لمنتخب الوطني أمام منتخب برجيقة ومنتخب كندا في هذا الجوج مقابلات اللي باقينا في المنضيال 2022 هذه أفضل تشكيلة اللي ممكن يدخل بها الناخب الوطني وواليد الرقري أمام منتخب العاشد المتخب برجيقة اللي مصنف جوج أولا ثلاثة في العالم وأمام منتخب كندا المتخب القاوي للشناء وهو منتخب برجيقة بوحد القوة لا يستهنوا بها إذن حراسة المرمة الحارس المغربي حارس إشبيريا الإسباني ياسين بونو كحارس رقم واحد في المنتخب الوطني من شحال هذه كان الحارس هو رقم جوج المنضيال الروسية اللي فات ولكن الآن هو الحارس الأول في المنتخب الوطني المغربي احترفها الجوج المقابلات أمام برجيقة وكندا سيكون هو الحارس الأساسي هناك في قلب الدفاع غالب السايس لاعب بطولة تركيا كذلك لاعب ليس حال هذه وأساسي وكان مونديال روسيا وكذلك في هذا المونديال هذا إذن جوج مونديال لتلياسين بونو صعب جدا بزاد مرتخبات إفريقية لا يوجد لاعبين يشاركوا في جوج كؤوس العالم لأنها كأس العالم كما نعرفه تنظمر بعض السنوات هناك اللاعب أكرد اللاعب وسطها من الإنجليزي هذا خرج البطولة الوطنية هذا أول مونديال لها 26 عام إذن هذا هو اللاعب مقابلة كبيرة أمام كرواتيا ضروري يكون أمام برجيقة وأمام كندا كأساسي لأنها لم يعمل أخطاء فادحة مع كرواتيا أو شيء مزيان دفاعيا هناك أشرف حاكم أنه ثاني مشاركة له في المنديال إذن نصر المزراوي الذي كذلك عنده إصابة إن شاء الله يكون واجد إلا في المقابلة برجيقة وإلا في مقابلة كندا لأننا نعرف الطورة الكبيرة من نصر المزراوي في المقابلة كرواتيا هناك رابط المشاركة الثانية في المنديال 26 عام ملاعب في رونتينا الإيطالي لاعب الارتكاز لاعب الذي كان يعتمد عليه كثيرا في المنتخب الوطني وخبعد المرات يعمل أخطاء فادحة في المنتخب ولكن كان يعتمد عليه لأن السوفين أمره بطلعب منتج جدا هناك أمامه سالم أملح لم يكن المستوى له الكبير أمام منتخب كرواتيا ولكن سالم أملح ملاعب كرة القادم إذن فجد المقابلة لك برجيقة ولا كندا إن شاء الله يكون في المستوى وكذلك جميع اللاعبين يعملون المستوى لا يجعلنا نتأهل الثاني وشنا المشاركة العربية بعد الأحيان تكون نتائج إيجابية فتكأس لعنا بعد أحيان نتائج سلبية هناك بيلا الخنوس لاعب شاب اللي باقي مشتناش في المنتخب كانت مننا يشارك المدرب مع برجيقة ولا كندا لكي نرى بيلا الخنوس لأنه 18 سنة والرقبة المنتخب برجيقة كانت كبيرة في هذا اللاعب إذن عنده موهبة وعنده كرة مليار المنتخب الكبير بغيات بيلا الخنوس إذن ضروري أن نرى هناك حاكم جيش 29 سنة ومشاركة لكم جروش المنديل اللاعب لي معتاش بصمة في مونديل روسيا ولا في مقابلة كرواتيا كذلك ولا في كأس إفريقيا الواحدة اللي كان نشارك فيه في 2019 في مصر إذن المشاركة الكبيرة باقي معتناش حاكم جيش المنتصدر منه كان عارفوا أنه شارك في كأس إفريقيا واحدة في 2019 هناك سوفيان بوفال المفعول في مقابلة كرواتيا لم يكن معنا في المنديل السوفيان بوفال الباقي كانت أنه منه بسفد الحوايج كانت مقابلة برجيقة أو كاندا يبين على بسفد الحاجات لأنهم كانت تدروا منه ضروري باش ونحن نتأهلون الضوء النهائي هناك في رأس الحرب يوسف النصيري لعب إشبيل الإسباني المعجب به رقراجي وضروري ويكون في مقابلة برجيقة أو كندا ونحن نلعب 80 دقيقة أمام كرواتيا ونحن نبدأ بأساسي مع برجيقة أو كندا ونحن نبدأ به لأن والد رقراجي معجب به يوسف النصيري هذه الشكلات المناسبة لمع برجيقة أو لمع كندا وهذه الشكلات الأقرب